لكن قبل ذلك مجلس للحكومة انعقد سباح اليوم خلاله تم التداول بخصوص معالجة طلبات استيراد اللحوم الحمراء وفق دفتر تحملات مضبوطة الناتق الرسمي باسم الحكومة وفي جوابه على أسئلة السحفيين قال إن الهدف من هذه العملية ضمان تموين السوق الوطنية تفاصيل أوفا في روبرتاج أسامة أفقير بعدسة هدى جديد خفض الأسعار وضمان تموين السوق الوطنية هدفان بارزان وراء فتح الحكومة المجال أمام استيراد اللحوم الحمراء طرية أو مجمدة الحكومة تضع هذه المسألة ضمن قائمة انشغالاتها وفق ما أكده الناطق الرسمي باسمها خلال الندوة الصحفية الأسبوعية لحوم الحمراء إلى غاية نهاية السنة المفروض أننا نستورد 21 ألف طن فيها ما هو مجمد وفيها ما هو طري القطاع الحكومي الماني قام إلى حدود اليوم بمعالجة طلبات هم استيراد عشرة آلاف طن من اللحوم الحمراء مسترة الاستيراد تخضع لدفتر التحملات المضبوط طبعا هذه اللحوم الحمراء لاستيرادها ليست يقوم به كل من هب وذب هناك دفتر تحملات وهذا دفتر تحملات في واحد مجموعة الإجراءات إذا كان في المجمد هناك إجراءات وإذا كان في الطريق هناك إجراءات يجب أن نحترمها في سياق متصل كل اللحوم المستوردة وفق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يجب أن تكون مرفوقة بشهادة صحية مسلمة من السلطات المختصة بالبلد المستورد منه إلى جانب شهادة الذبح الحلال ترجمة نانسي قنقر